لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد السلام عليكم اهلا وسهلا بكم متابعين الكرام هنتكلم في فيديو النهاردة عن مسلسل الذكرى الاخيرة وهنعرف كيف اصبح اشكال نجوم هذا المسلسل وابطاله تابعوا معنا الفيديو للنهاية بس قبل ما نبدأ اهم حاجة تدعمونا باللايك وتفعيلوا الجرس بكل الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد وتصلوا على سيدنا محمد الصادق الامين في خانة التعليقات اسفل الفيديو الممثل احمد بن عيسى ولد في 2 مارس سنة 1994 وتوفي 20 مايو 2022 هو ممثل ومخرج مسرحي جزائري اخرج العديد من الاعمال المسرحية وشارك في اعمال تلفزيونية وسينمائية كثيرة ولد احمد بن عيسى في منطقة ندرومة في ولاية تلمسان لعائلة مكونة من خمس فتيات واربعة اولاد ونشأ في مدينة سيد بالعباس كان والده ناشطا اعتقل وسجن في الجزائر لكن اطلق سرحه بعد استقلال الجزائر وانتقل لاحقا الى باريس في فرنسا عاش قرابة 18 عاما في فرنسا خلال هذه الفترة تلقى التدريب في مدرسة المسرح الوطنية وتوفي في 20 مايو 2022 بمدينة قورليان الفرنسية بعد صراع مع المرض احمد بن عيسى زاول تعليمه السنوية بمعهد التعليم السنوي وغادر الى العاصمة في سن المبكرة وهو في عمر 17 عاما للالتحاق بالمسرح وشارك في طرب بستكويني نظمه المسرح الوطني واشتغل كمدرس الى جانب الاستاذ ايلان فيتي بالتزامن دعاه كاتب ياسين الى المسرح الوطني لاداء احد الادوار في مسرحيتي الخالدون وما ينفع غير الصحة لمصطفى كاتب وعمل كمساعد مخرج في العديد من المسرحيات الاخرى وحازى على العديد من الجوائز على مدار خمسون عاما تكلل المسار الفني لأحمد بن عيسى بازيد من مائة وعشرون فيلما وعشرات المسرحيات حيث اخرج العديد من الاعمال للمسرح الوطني الجزائري منها الزيتونة والطير الاخضر وغيرها وشارك احمد بن عيسى في اعمال تلفزيونية وسينمائية كثيرة مثل كحلة وبيضة والانتحار وابواب الشمس وختم احمد بن عيسى مسيرته الفنية باخراج مسرحية ريح الحرور تولى بن عيسى ادارة مسرح سيدي بالعباس الجهوي في فترة عصيبة كانت تمر بها الجزائر سنة الف تسعمية خمس وتسعين واستحدث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عددا كبيرا من الجمعيات المسرحية وشارك احمد بن عيسى في مسلسل الذكرى الاخيرة بدور الاب وهكذا اصبح شكله الان اما عن سبب وفاة احمد بن عيسى الفنان الجزائري كما اعلنت وسائل اعلام جزائرية وعربية فان سبب وفاته نقلا عن مصادر صحفية من مقربين من الفنان الراحل انه كان يعاني من المرض في الفترة الاخيرة ليتوفى بمدينة اوريان بفرنسا بعد صراع مع المرض سارا روزايكا هي ممثلة جزائرية بدأت حياتها الفنية عام الفين من المسرح وبعدها عملت في اول فيلم سينمائي لها بعنوان الاغنية الاخيرة للمرحوم حسني حيث سجلت اول وقفة لها امام الكاميرا وكانت تجربة صعبة ومميزة كما شاركت بعدها في اداء ادوار صغيرة في مسلسلات مثل جحة واشواك المدينة ثم مشاركتها في دور كنزة المرأة الجزائرية الرمز بمسلسل الزكرى الاخيرة 3- الفنانة نسيمة لوعيل هي ابنة الفنانة فيزا لوعيل ممثلة جزائرية من مواليد 12 سبتمبر 1988 بالبوليدة تربت وعاشت بالجزائر العاصمة حصلت على شهادة لسانسة في علوم الاعلام والاتصال تخص السمعي بصري ودرست التمثيل بالكونسرفاتوار ثم التحقت بالمعهد العالي لمهنة فنون العرض والسمعي البصري ودرست اخراج سينمائي وحاليا تدرس نقد سينمائي بجامعة بالعباس وشاركت في العديد من الاعمال التي تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون وكانت اول تجربة لها مع الكاميرا عندما كانت تبلغ من العمر 11 سنة من خلال سلسلة فكاهية مع المع النجوم امثال لغضر بوخرس وحميد عشوري ولندا سلام وفريدة كريم ومراد شعبان وياسين يزيدي وغيرهم اما في المسرح فلها مشاركات عديدة على غرار مسرحية حنين للمخرج محمد فريد مهدي وشاركت الفنانة نسيمة لوعل في مسلسل الذكرى الاخيرة بدور منال اربعة عز الدين بورغدة هو ممثل جزائري له حضور واضح بالدراما الجزائرية وشارك في العديد من المسلسلات والاعمال منها الليل البيضاء وموعد مع القدر وخاض التجربة السينمائية في فيلم رشيدة ومايد ان وجسد دور الرشيد في مسلسل الذكرى الاخيرة بعدما لاق دوره رواجا كبيرا خمسة فؤاد زاهد هو ممثل جزائري اقتحم عالم التمثيل في سن مبكرة وسجل حضورا قويا في الافلام والمسلسلات على منصة المسرح ايضا وقدم العديد من الاعمال للمسرح الخاص بالطفل والذي يعتبر من اصعب انواع الفنون انه الممثل فؤاد زاهد الذي سطع نجمه بقوة في مسلسل شفيئة للمخرج المرحوم جمال فزاز وشارك فؤاد زاهد في مسلسل الذكرى الاخيرة بدور جمال ستة فتيحة وراد هي ممثلة جزائرية التحقت بالمعهد العالي للفنون الدرامية بعد اجراء مسابقة الدخول وتخرجت منها بشهادة الليسانس في الفنون الدرامية سنة 2002 وانضمت للمسرح الوطني محيد دين بشترزي وعملت فيه مع كبار المخرجين داخل وخارج الجزائر وشاركت في مسلسل الذكرى الاخيرة بدور خديجة سبعة نوال زعتر هي ممثلة جزائرية شاركت في العديد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية سواء الجزائرية ام العربية وحصلت على العديد من الجوائز واهمها جائزة الفنك الزهبي وشاركت في العديد من الاعمال منها اعصاب اوتار ومسلسل بكرون والذكرى الاخيرة مليكة بيلباي هي فنانة مسرحية وسينمائية جزائرية ولدت في 15 جوان 1974 بمدينة تيارت غرب الجزائر ولعبت مليكة بيلباي في العديد من المسرحيات وشاركت في مسلسل الزكرى الاخيرة بدور جميلة زينيدا بويحياوي استطاعت ان تجمع بين التمسيل والدراسة وولدت في 21 اغسطس عام 1995 وهي ممثلة جزائرية وتدرس لغات اجنبية سانوية تخصص لغة اسبانية وهي ايضا لاعبة في فريق التحاد المحمدية للكرة الطائرة وقبلها تعلمت الرقص في سن العشرة وكانت سباحة في سن الحادية عشرة والتحقت براديو البهجة في برنامج احنا اولادنا وظهرت في اكثر من سلاسين وامضى اشهارية وتمرنت عاما كاملا بالمسرح وكانت بطلة مسرحية سلجة التي تحقي قصة سنو ويت بياض السلجة ومن اهم اعمالها مسلسل الزكرى الاخيرة ومسلسل القلادة وسلسلة دار الوزير ومسرحية سلجة وشاركت في مسلسل الزكرى الاخيرة بدور رانيا تمانية ياسمينة عبد المؤمن هي ممثلة جزائرية من اشهر اعمالها مسلسل الزكرى الاخيرة بدور حكيمة 9- عواطف كريكور هي ممثلة جزائرية من اشهر اعمالها مسلسل الزكرى الاخيرة في عام 2010 بدور سليمة 11- ملكة قماط ممثلة جزائرية من اشهر اعمالها مسلسل الزكرى الاخيرة بدور جميلة عبد الكريم بريبر ممثل ومخرج جزائري مسرحي من المواليد 22 ديسمبر 1964 بالعاصمة بدأ بريبر مشواره الفني في الموسيقى ثم بعدها انتقل الى المسرح الهاوي وشارك في مسلسل الزكرى الاخيرة بدور احمد وهكذا اصبح شكله الان شكرا لكم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة